أصعد الله و أبقاتكم بكل خير اليوم رح نشوف مع بعض كيف إذا كان عندنا ملف حجمه كبير أنه نصغر حجمه طبعا تعرفنا على طريقة أو إشكالية ممكن يقع فيها البعض ولكن اليوم خلينا ناخد كمان شغلة إضافية ممكن تساعدنا في تقليل حجم ملف الفوتوشوب أول شيء هذا الملف لو جيت عليه ورحت للحجم بتاعه رح تشوفوا أنه هذا الملف حجمه 1 جيجا فاصلي 2 طبعا الحجم كبير جدا ضخم فخلينا نشوف كيف ممكن أنه أصغر حجم الملف فيما لو كان عندي بهذه الضخامة أو شو الإشكالية اللي ممكن أكون وقعت فيها في عملية هذا الملف أول شغلة خلينا نروح للليرز الخطوة الأولى لو كان عندي أي طبقة عبارة عن اللي هي طبقة Smart Object مثل هاي الطبقة مثلا فباجي بضغط عليها باليمين وبحولها لRestrise Layer فأي طبقة بتكون عندي عبارة عن Smart Object بحولها لRestrise Layer فخلينا بعد ما حولنا هاي الخطوة نشوف شو رح يصير عنا فبدأعمل File Save As ورح أخذ نسخة ثانية ونقارنها بالملف الأول فخلينا نسمي هاي رقم 2 طبعا فينا خطوات تانية لاحقا بس خلينا نشوف هاي الخطوة شو بتعملي بالملف طبعا رح يخزن الملف شوي هو حجمه كبير ممكن يكون كمان أنا مش ضابط حجم الملف صحيح هذا بنرجع له كمان كمان شوي حاليا بخزن عماله سيكتمل أوكي نشوف حجم الملف الآن الملف الأول لما نروح على خصائص الملف بنلاحظ إنه واحد جيجا فاصلة اثنين خلينا نشوف الملف الثاني Get Info بنلاحظ إنه الملف الثاني تسعمية وخمسة وستين ميجا إذن الطريقة الأولى عملية ال Smart Object شوفوا حوالي تقريبا 235 ميجا يعني أنا تقريبا خففت من حجم الملف طيب هذا الجزء الأول الجزء الثاني بدأت أكد أنا حجم الملف والResolution تاعي هل هو صحيح أو لا فبدأروح لقائمة Image بالPhotoshop Image Image Size الآن هون واضح إنه مش القياس اللي إحنا بدنا إياه يعني إحنا عادة طلبنا قياس اللي هو عرض مثلاً 50 سنتي في ارتفاع اللي هو 35 35 سنتي طيب Resolution كمان حكينا 300 جيد ولو حطيت كمان 200 سنتي فهو ممكن أضغط على خمسين في خمسة وثلاثين في مئتين طبعاً عمال بيعمل Resize أو تصغير للحجم إحنا عكسنا القياس يبدو خلينا نرجع كمان مرة Image Size الارتفاع بدنا إياه اللي هو 35 سنتي والعرض بدنا إياه خمسين صانتي والرزوليوشن 200 200 حسناً الآن خير رح نحفظ الملف طبعاً هذا 8% لساته هو كبير الملف فعلياً لما أكبره بطلع منيه فأروح على File Save As ونيجي نخزن هذا إيش رقم ثلاثة ونعمل Save ونشوف بعد ما غيرنا كمان هذا الحجم شو صار هنا أروح ل Get Info بجد إنه الملف يعني صار فرق كبير حوالي 102 ميجا فرق بالنسبة ل لما نحكي عن 1 جيجا 100 ميجا يعني العشر طيب هاي شغلي خلينا نشوف كمان ترك ممكن إنه يخفف كمان في الحجم اللي هو أول شغلي بدي أعمل تحديد لجميع الطبقات بعدها بتضغط على Command أو Control مع حرف الجي عشان إنه أحولهم أو أضيفهم كلهم على Group يعني يا أما إنه أنا محددهم بحط إيش مجلد Group واحد خلفية لأنها مقفولة طيب بحدد الجميع وبعملهم Control G هاي بصيروا إيش كلهم جروب واحد بس يصيروا جروب بروح بلغي اللي هو الظهور يعني بخفي المحتوى طعاً بتعرفوا الإخفاء فعلياً ما بيهدف ولكن بيخفي مؤقت فخلينا أروح أعمل للملف هو اللي يرات كمان مخفيين وأحفظه رقم أربعة ونشوف هل بيفرق معنا في التفازين ولا لا هاي هذا ما أخفي الطبقات لما أروح لـ Get Info أصبح عندي أربعة وسبعين ميجا طبقات ظهرين حوالي لما أروح لـ Get Info مية واثنين لما أخفي الطبقات اروح لـ Get Info صار عندي أربعة وسبعين ميجا طيب ممتاز إذن طبعاً فيه كمان شغلة الشغلة اللي حكينا عنها سابقاً اللي هو مرات أحياناً بعضكم شو بتلخبط بروح بالـ بدل ما يحط اللي هو الـ 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 بروح اللي هو حطوا بيكسل بير سنتيمتر فهذا برضو برفع لي حجم الملف إذن بهاي الطريقة بكون يعني أخذت شوية tips عشان أنه أصغر حجم الملف الخاص فيي بأتمنى أن يكون هاي الأشياء مفيدة للكم لحتى تساعدكم في تقليل حجم أو أحجام الملفات اللي بتشتغلوا عليها لا شغلكم ولا غيره طبعاً فيه كمان شغلة إضافية أنا ممكن أعملها اللي هي أنه أنا إذا كان عندي برنامج WinRAR مثلاً برنامج WinSight IP برنامج ضغط ممكن أنه أروح أعمل ضغط لهذا الملف وأختار صيغة ضغط معينة أنه تساعدني في ضغط الملف برضو وهذا بساعدني أنه أقلل الحجم موسيقى موسيقى